اشتركوا في القناة صحيح نحن نشهد تذبذب واسع النطاق على مؤشر الدولار الأمريكي وحقيقة ذلك نتيجة اقتراب موعد الفيدرالي الأمريكي المنتظر آخر اجتماع له خلال تعاملات هذا العام والتوقعات برفع بخمسين نقطة أساس حسب أداة مراقبة الفيدرالي من CME Group تظهر احتمالية بـ 75% أو قرابة 72% في الوقت الحالي لليوم الاحتمالية أن يكون الرفع بـ 50 نقطة أساس فقط وليس 75 نقطة أساس هذا لا يعني أبدا أننا حددنا الصقف العام لأسعار الفائدة لا تزال أسعار الفائدة ستنهي العام فوق مستويات الأربع فاصلة 5% وهذا يعتبر بحد ذات المستوى لسعر الفائدة مرتفع نسبيا ولا يزال المجال مفتوح لمزيد من الرفعات خلال العام القادم وإن كانت وثيرة التشديد أقل فما ننظر إليه حاليا الدولار الأمريكي تراجع كمؤشر على المدى المتوسط إلى طويل شوفناه تراجع من مستويات ما يقارب الـ 112 إلى 113 ليصل إلى مستويات الـ 104 ويتداول في الوقت الحالي عند مستويات الـ 105 من المتوقع أن يبقى تحت الضغط ولكن كما ذكرت مع نهاية التعاملات هذا العام سوف يعود الدولار الأمريكي للتسلق مجددا بالاتجاه الصاعد لأن حقيقة السياسة المتشددة لا تزال موجودة من قبل الفيدرال نعم يعني أستاذ رائد لاحظنا تأثير البيانات الاقتصادية التي ترافق إعلان معدلات الفائدة المتوقعة وإيضا المفروضة من الفيدرال الأمريكي التي تؤثر بالمجمل على معظم أسعار العملات بالمجمل إذا ما تحدثنا عن اليورو هل فعلا سيبقى ضمن الوتيرة التي يتبحها الفيدرال الأمريكي وإيضا المركزي الأوروبا الذي يتبع الفيدرال الأمريكي مباشرة بأسعار الفائدة هل تتوقع استمرار رفع أسعار الفائدة بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة الأوروبية بذكرة كل البيانات نحن لازم ننظر إلى حقيقة البيانات في كل الاقتصادين اللي عم بشكله زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي على الطرف الأول الدولار الأمريكي خلينا نتحدث الاقتصاد بأداء بياناته الإيجابية لا يزال يستمر بأداء جيد جدا حتى الآن كل القطاعات التي تظهر قراءاتها من الاقتصاد الأمريكي تبلي بلاء جيدا وتؤكد على ضرورة تشديد سياسة النقطية ولربما سعرت المستثمرون والمشاركون في الأسواح أن التشديد سيكون عليفا وخويا ومستمرا لفترة أطول مما كان متوقعا بالتالي نوعا ما مع رفعة أسعار فائدة بـ 50 نقطة تنسلس فقط يعتبر قذلان لرأي السوق على الجانب الآخر بالنسبة لليورو فمنطقة اليورو لا تزال تعاني بالبيانات الاقتصادية التي تظهرها ولكن بدأنا نرى أن هذا المعاناة تتقلص تدريجيا على سبيل المثال اليوم ننتظر قراءة ZEW وهو مؤشر ثقة المستالكين في ألمانيا ويعتبر من القراءات المهمة التي ننظر بها وينظر بها أيضا المركز الأوروبي نجد أن قراءته سلبية ولكنها أقل سلبية من القراءة السابقة يعني كتوقعات حاليا التوقعات تشير إلى أن السلبية تنحسر وتتراجع تدريجيا تماما كما رأينا من بريطانيا بالتالي الأزمات التي تعصف بمنطقة أوروبا وبريطانيا أزمة الطاقة وأزمة التوترات الجيوسياسية بدأت تتقلص تأثيراتها السلبية وتشديد السياسة النقدية من قبل المركز الأوروبي السابق وأيضا المحتمل القادم بخمسين نقطة أساس خلال عملات هذا الأسبوع أعتقد بدأ يظهر نوعا ما آداء إيجابي يعني المركز الأوروبي للمرة الأولى من 11 عاما يقوم بتشديد السياسة النقدية ويتجه إلى رفعة أخرى فهو مصر على مكافحة التضخم وبالتالي رح نشوف آثار ذلك على اليورو أعتقد لفترة ممتدة أو أطول بعض الشيء هذا يعطي مجال اليورو لمزيد من الارتفاعات نعم يعني رائد هل تتوقع أن يقوم أيضا بنك إنجلترا بعد معدلات التضخم في بريطانيا برفع أسعار الفائدة أم البقاء على سياسته المتبعة الحالية وحالة من الاستقرار وأيضا كيف تؤثر هذه الرفعات على باقي العملات إذا ما تحدثنا عن الفراينك السويسري الياباني حتى تحديدا المركزي الياباني أبقى سياسته ضمن التسهيل الكمي يعني إذا بدنا ننظر إلى الموضوع بالنسبة لبنك إنجلترا المركزي فخلينا نقرأ آخر قراءاتهم وهي التضخم الذي جاء عند مستويات الواحد فاصل خمسة بالمئة وهو أعلى من المتوقع عند الواحد فاصل أربعة بالمئة وأعلى من القراءة السابقة وذلك بقراءة السنوية التي صدرت خلال هذا الأسبوع كذلك القراءة الشهرية الأداء الاقتصادي البريطاني بدأ يتحسن بشكل طفيف خصوصا بعد حالة الفوضى العارمة التي كانت تشغل سدة الحكم هناك وهي متمثلة بتعيين رئيس الوزراء ومن ثم تعيين رئيس الوزراء الجديد في فترة قصيرة جدا أعتقد ريشي سوناكي يحظى بتأييده شعبية كبيرة ذلك ساعده على تحسين الجو العام كما ذكرنا بالنسبة للقتصاد الأوروبي كذلك بالنسبة للقتصاد البريطاني أزمة الطاقة حسرت تأثيراتها السلبية المخاوف الركود أصبحت نوعا ما أقل من أن يكون الركود سلبيا بشكل كبير جدا من أن يكون مؤقتا بدأت تترجم ذلك على الأسواق ذلك يعطي المجال لجنيرل السريني أن يتابع مسيرة الارتفاعات بالنسبة للعملات أخرى فرانكس فيسري ويان ياباني أعتقد الدولار الأمريكي هو المتحكم الأول حاليا بسير تعاملات هذه العملات بالتالي تراجع الدولار الأمريكي أتاح الفرصة لكل العملتين السابقات أن يبدأوا بالارتفاع سواء كان يان ياباني أو فرانكس فيسري بالتالي العملية مرتبطة ومؤقتة جدا بعملية تراجعات محدودة ومؤقتة للدولار الأمريكي خلال تعاملات هذا الأسبوع وأعتقد ما ننتظره على لسار رئيس الأحفيات الفيدرالي سيغير الآلية مجددا وسوف يرفع من قوة الدولار الأمريكي مرة أخرى أمام معظم الضراءة من العملات نعم وحل الأسواق المالية في إيكويتو جروب رائد الخضر كنت معلم من دبي شكرا لك على هذه التفاصيل والمعلومات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر